لمصر أن تصمد أمام هذه الضغوط يا أصدر مصر؟ بالتأكيد ستصمد مصر لأنه يمكن زي ما قال الرئيس السيسي الحدود المصرية خط أحمر وكمان هو حدد في لقاءه مع شولدس عندما مستشار علماني عندما جاء إلى القاهرة حدد من أن لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأطراف الأخرى يقصد مصر والأردن الأمر الثاني قال أنه إذا تم التهجير لا أحد يضمن انطلاق الرصاص من داخل سيناء باتجاه إسرائيل الأمر الذي سيدفع إسرائيل إلى الرد وهذا سيدخلنا في أزمة ومشكلة حقيقة بالداخل المصري فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن القاهرة توافق على هذا الأمر أسألك سؤال مباشر في ظل هذا الوضع هل اتفاقية السلام مع إسرائيل مهددة؟ بالتأكيد إذا ما جرى اختراق الحدود المصرية بالتهجير الإسرائيلي للفلسطينيين فلا وجود الاتفاقية المصرية لأن ذلك اعتداء على الحدود المصرية هذا مخطط إسرائيلي إسرائيل هي التي تلعب الدور الأساسي وتسعى إلى إنجازه في الفترة الحالية باعتبار أن الظروف الدولية مهيئة لذلك وأن المنطقة كلها في حال الضعف وأن القوى الغاشمة الإسرائيلية التي نراها على المصرح الآن قد تهدد آخرين ولكنها يجب أن تراجع نفسها جيدا إذا لم تراجع نفسها إسرائيل هل القوى الدولية التي لها مصالح في المنطقة توافق على هكذا السيناريو؟ يعني هل الولايات المتحدة توافق على هذا السيناريو؟ يعني طبعا الكلام العلني أننا لا نوافق على هذا الأمر ولكن الذي نشرته نيورك تايمز منذ قليل يؤكد أن ما زالت الأمور قيد البحث وقيد التردد إذا كانت الظروف مهيئة واشنطن ستغير رأيها إذا جاءت الحشود إلى الحدود لا نعرف الموقف الدولي كيف سيكون ولا نعرف في هذا الوقت أي حجم من الضغوط سيمارس القوى العسكرية موجودة إلى جانبنا ولكن بالتأكيد على واشنطن وعلى كافة الأطراف أن تدرك أن هذه قضية مصرية بالنسبة للمصير لا يستطيع أي حاكم لأن ملك فاروق قدر يعملها ولا عبد الناصر قابل بها ستة ملساتين سبعين ولا السادات ولا مبارك الوحيد الذي قابل بهذا المقاطط هو محمد مرسي عندما جاء بأبو مازن وقال له احنا مساعدين يديكم ألف كيلو متر من سناء وخرج أبو مازن على الهواء بعد سقوط الإخوان وقال وشرحها بعد هذا المقاطط قالها فعلا أبو مازن اشتركوا في القناة